جسيد سنزار يعني مرات كتيرة أنا مش بلوم اللي بيخدعك أنا بلومك أنت اللي بتخدع وخاصة فكرة الخدعة لأنه أنا عايز أقول لإخوات المسلمين يا جماعة مش كل اللي هيكتل بيبقى شهيد في فرج بين هو شهيد ويبقى حسب شهيد حسب شهيد أمر كونه شهيد أو لا مش اللي بتحدده اللي عمله بيحدده إلهه يعني حتى مهما يكتل ومهما يعمل ممكن يبقى شهيد وممكن ما يبقى شهيد لأنه دي مطروكة لإله الإسلام اللي هو في القرآن قال إن كل واحد وارد على جهنة مش كل واحد وارد على الجنة فدي خدعة كبيرة الشيطان بيخدع بيها لو أنت مخدوع بيها صلي لرب الحياة إنه يديك الفكر المستنير ويعرف قيمة الحياة لأنه هو واهب الحياة أنت مش وكيل الله على الأرض جريت وقال إحنا وكلاء للخير إنه نساعد هاخد دي مش وكيل بمعنى أنك إنت تقيم الدينونة حتى إحنا لما الكتاب بتكلم عنه إن إحنا وكلاء وصفراء بتكلم وكلاء وصفراء أن ننشو رسالة الحق لكن الدينونة لله إحنا ملناش إن إحنا نعمل الدينونة أن نقيم الدينونة الله هو العادل فهنا الفكرة إن الله ما وكلكش إنك إنت تكتل الناس لأن الحياة هو الموت بيد الله ويمكن مقال حلو كاتب براع اسم الدكتور خالد منتصر اسمه الشركة بالله بيتكلم على دول اللي هو ما بيكتلوا باسم الدين ويكتلوا باسم الله إنه ما بيشركوا الله لكن الخدعة الأساسية المكفاءات اللي أنت بتدور عليه الجنس اللي أنت بتدور عليه في الـ 72 حرية ده مش هيحصل لأنه ده باع في الآخر ممكن يتضحك عليك وإله الإسلام يحطك في جهنم وحتى رسول الإسلام نفسه ما كانش عنده الضمان أنه هو يدخل الجنة لما بيسألوه لما يتكلم عن كل واحد يدخل جهنم ويسألوه تاب وينت يا رسول الله قالهم حتى أنا إلا ما يتغمدنا الله برحمتي فهنا حتى ما فيش ضمان للرسول لكن بالكتاب طبعا في ضمان للحياة الأبدية في الحاضر في ضمان للحياة الأبدية ووصف رائع للحياة الأبدية وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك فهنا إحنا عندنا الحياة ملموسة الحياة الأبدية ملموسة في المسيح إحنا بنعيش مبادئة على الأرض مش لسا هننتظر حتى طبعا اللي هننتظره ما لم تراه عينه وما لم يخطر على قلب إنسان موسيقى